قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانم قال إن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان مضيفا أنه يتوقع المزيد من الوفيات في السودان في ظل نقص الخدمات يتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الهلال الأحمر السوداني أن المستشفى تعاني بسبب شح الوقود وأن الوضع أصبح كارثية وأضف الهلال الأحمر السوداني أن الهدنة هشة وأن المسارات الأمنة غير واضحة ولا معلومة كما أشار إلى أن حركة النزوح من الخرطوم مستمرة وأن سلاسل الإنتاج متوقفة وأنشد الهلال الأحمر السوداني طرفيا نزاع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي